أبو تريكا الأكثر تأثيرا مع منتخب بلاده هو محمد صلاح رغم عدم وصول منتخب مصر لكأس العالم أبو تريكا الأكثر تأثيرا مع النادي الأهلي ووقتي من بعده أحمد فتح كتير بيعودوا يكلموني أنت ما تحبش أبو تريكا أو بتنتقدوا أبو تريكا زي وزي أي حد له إيجابيات ولو سلبيات مفيش حد قديس يا جماعة مفيش حد معصوم من الخطأ أبو تريكا أختلف معاه على ضرب الجزاء على فاول على في المطشاط نختلف مع بعض توجهاته أو أراءه السياسية يتطفق معه البعض يختلف معه البعض من حق أي علامة أنه ينتقده ولكن أبو تريكا على مستوى لعبه لكرة القدم وعطاءه لبلده والنادي فنرفع له القبعة شابوه زي ما بيقوله تحية كبيرة جدا لمحمد أبو تريكا على مشوار طويل جدا أنا بزعلان جدا وحزين جدا على فكرة أنه هو بطل كلنا بطلنا لكن أنا شايف فيه ناس كتير قوي بطلت وهي مش قادرة يعني نجوم كبار جدا في أواخر وقتهم كانوا يعني وصلوا لمرحلة عطاءهم قليل جدا أكلمكم بصراحة يعني كابتن مثلا محمود الخطيب في آخر أيامه ابتدى عطاءه يبقى ليل كابتن طهر أبو زيت آخر أيامه عطاءه ابتدى يبقى قليل مش في نجومية وقيمة محمود الخطيب مثلا حزم إمام في وقت أخير برضو عطاءه مش هو حزم إمام نجم النجوم هي هو ده طبيعة لكن مثلا نتوقف كثيرا عند محمد بركات لا عطاءه مازال يعطي بقوة ويطالبه الجمهور أن يلعب قصة محمود ابتدى هل قادر؟ قادر يمكن بركات الوحيد اللي أخطأ باعتزاله سنة بدري كان ممكن يلعب كاس عالم الأندية وكان ممكن ياخد بطولة أفريقيا وتضاف إلى بطولاته كان ممكن جدا أتمنى من أبو تريكا أنه كان يصبر لغاية مثلا كأس السوبر الأفريقي ويحصل على بطولة أخرى تضاف إلى تاريخه ولكن هو قرر تحية وتقدير للنجم النجوم محمد أبو تريكا وتحية وتقدير للقلب النابط داخل الأهلي ومصر أحمد فتحي نروح ونطلع فاصل إعلاني ونرجع لك تاني ونبدأ بعض مشاكلنا في الرياضة اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر